تصعيد خطير ودقيق بين واشنطن وطهران أعلن اليوم لكن حدث الأسبوع الماضي قال مسؤولان أمريكيان لأسوشيتد بريس يوم الأربعاء إن إيران استولت على ناقلة نفط ترفع علم فييتنام في خليج عمان الشهر الماضي ولا تزال تحت جهز الناقلة قبالة بندر عباس وقال أحد المسؤولين إن قوات الحرس الثوري الإيراني هاجمت الناقلة سعوديز في الرابع والعشرين من أكتوبر تحت تهديد السلاح وأن القوات الأمريكية تابعت عملية الاستلاء إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لأن السفينة دخلت المياه الإيرانية ولا يزال الدافع وراء العملية غير واضح وظهرت بيانات تتبع السفن من موقع مارين ترافيك دوت كوم التي قامت أسوشيتد بريس بتحليلها أن السفينة ما زلت تقف قبالة بندر عباس حتى يوم الثلاثاء أمس وتحدث المسؤولان الأمريكيان شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن المعلومات لم تنشر بعد واصطى محاولات مستمرة للسئنف محادثات حول الاتفاق النووي مع إيران وأيضا نفتح النقاش حول هذه المعطيات أو على الأقل معلومات الأولية التي لدينا مع ضيوفنا من واشنطن العقيد عباس دهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية لشؤون شرق الأوسط وأيضا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث في شأن الإيراني وكذلك أيضا نستضيف من جدة الدكتور عبد العزيز بن صغر رئيس مركز الخليج للأبحاث مساء الخير لكم جميعا أهلنا بكم معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحد أنتقل بها إلى الدكتور عبد العزيز بن صغر يعني في تاريخ طويل في مشاهد رأيناها طوال العامين الماضيين في هذه المياه تحديدا واليوم إيران تفصح عن هكذا عملية بالنسبة لك دكتور عبد العزيز كيف تقرأ هذا التطور وفعليا في روايتين حتى الآن أي رواية هي الأقرب لتصديق مساء الخير لك ورضيوفك ومشاهدينك في كل مكان في الحقيقة يعني تعودنا من إيران مع الأسف يعني بعض الأكاذيب والقصص المفتعلة التي تقوم بها هي قالت أنها في البداية أنها سفينة إيرانية استولت عليها القوات الأمريكية أفرغت النفط الموجود بها في السفينة أخرى هي قام الحرس الثوري بالاستلاع على السفينة التي تم سرقة النفط الإيراني حسب إدعاءهم وثم جرها إلى المياه الدولية هذه القصة التي بثتها وسائل الإعلام المسيطرة عليها حكوميا من قبل إيران ولكن القوات الأمريكية بطبيعاتها لا تقوم بمثل هذه الأعمال ولا تقوم بمثل هذه الأنشطة بالمقابل هي أرادة ترسي رسالة إلى الداخل الإيراني بأنها ما زالت قادرة متواجدة في مياه القليج وأنها تستطيع أن تقوم بعمليات القوات الأمريكية أشارت إلى وجود عمليات قرصنة مهمة تقوم بها القوات الإيرانية والبحرية الإيرانية أو القسم البحري في الحرس الثوري الإيراني السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هذا يجري في مناخ من التشدد قائم سواء من إدارة الرئيس بايدن أو الدول الأوروبية بعد اجتماعاتهم التي تمت والتأكيد على دور إيران المزعج بالنسبة للأمن والسلام في المنطقة وأيضا اتفاقيات أو النقاش والحوار حول اتفاقية البرنامج النووي في فيننا فهي رسالتين من الرسالة الأولى إيران تريد أن تقول أنا موجودة وما زالت لي قدرات أن أقوم بها هي حاولت أن تبث هذه الرسالة بالمقابل القوات الأمريكية سوف توضح الحقيقة عما يتعلق بهذا ولكن لم تجري العادة أن تقوم بها بهذا النوع من الأعمال القوات الأمريكية أمن وحرية الملاحة مسؤولية دولية وليست فقط هي مسؤولية الولايات المتحدة ولذلك هي تقوم بدور مشترك مع قوات أخرى فيما يتعلق بحماية البحرية أما جر السفينة للمياه الأقليمية حتى تكون تحت سيطرتها وحتى تبقى الرسالة ويبقى الادعاء الادعاء إيراني وليس الادعاء دولي تستطيع أن تحدد بعض المعالم الموجودة فيه ما يهم الآن هو أن نرى كيف سوف يتم التصرف من قبل القوات الأمريكية كيف سوف يكون هذا الرد ومندوبكم في واشنطن أو مراسلكم في واشنطن ذكر أن هناك بيان قريب سوف ينصد خلال الساعة والنصف القادمة نستمع فيه إلى ما يقوله المتحدث الرسمي الأمريكي دكتور عبد العزيز هل يمكن فعلا تعويل على أي قرارات سياسية الآن تأتي من الإدارة الأمريكية ويلتزم بها جميع الأطراف اليوم في المياه الدولية من ناحية هذه السفن لأنه شهدنا الفترة الماضية كثير من السفن خرجت لم يكن هناك إجراءات شديدة يعني للتصريح الجانب الأمريكي كان يتحدث عن أن نراقب عمليات قرصنا تتم في المنطقة إذا هو يراقب فالسؤال هل سوف يقوم بدور هذا سؤال مهم جدا وهذا يعني أثمن البحرية الأمريكية هي من تجاوب على هذا السؤال لأنه هذه مهمة أساسية ونحن نعلم أن مضيق هرمز يمر عبره يعني صادرات النفط الكبيرة والمشتريات التجارية الكبيرة والشاحنات التجارية لمناطق مختلفة فإذا ما قامت الولايات المتحدة وقوات التحالف بدور ولكن دائما هو يتم تجنب المواجهة ربما في بعض الأحيان هي إرسال رسائل ردود أفعال ولكن أي طرف من الأطراف لا يتمنى أو يبغى يكون هناك مواجهة فيما بين عسكرية دكتور عبد العزيز هل فعلا تعتبر حضرتك أن هذه المرحلة هي فعلا مرحلة تصعيد إيراني مع الكل سواء دول المنطقة أو حتى الولايات المتحدة هي تبنت هذه السياسة حتى منذ قدوم إبراهيم رئيسي إلى السلطة تبنت سياسة التصعيد سواء في اليمن مع حلفائها أو في لبنان مع حلفائها من حزب الله أو في العراق يعني هي تبنت هذه السياسة بشكل عام حتى تستخدم كل هذه الأوراق كوسيلة الضغط فيما يتعلق بمفاوضاتها في فيينا لأن هي في نهاية المطاف تقول لن تقبل أي تعديلات على الاتفاق النووي الولايات المتحدة تقول برنامج نووي إيراني بهذا الوضع لن يكون مقبول ولا بد من التعديل فهو أيضا صراع هنا فيما بين وهي شعرت بأن الولايات المتحدة أكثر تشددا في الوقت الحاضر هي وحلفائها الأوروبيين فيما يتعلق بالاتفاقية النووية والمفاوضات النووية بس يعني هذا كيف سيتبلور على طاولة المفاوضات برأيك بوقت أنه اليوم كل الأطراف الأخرى وإيران كانت مرحبة بمشهدية العودة في هذا الشهر يعني العودة للمفاوضات لا يعني الاتفاق العودة هنا تعني أن هناك بنود يعني يريدوا أن يناقشوها أيضا إيران تريد أن تتبنى موقف مفاوضي جيد حتى يكون لديها كلما صعدت في أماكن معينة تستطيع أن تستخدمها كورقة مفاوضة ومساومة لكن هو السؤال يظل في نهاية المطاف هناك مجمل عوامل تلعب دور مهم جدا في هذه المفاوضات بما في ذلك الموقف الإسرائيلي من البرنامج النووي وكيف ترى إسرائيل أن تهديد هذا البرنامج الإيراني بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة فهو ليس فقط يعني الموقف الأمريكي والأوروبي ولكن في مجمل عوامل أيضا روسيا والصين هي تمارس ضغوطها هي تريد العودة إلى البرنامج كما كان وليس أي تعديلات عليه فهي أوراق مساومة وأوراق ضغط يحاول أن يمارسها كل طرف حتى يحصل على نتيجة ممكن تكون موجودة إيران ما جاءت متمسكة بأنها لن تقبل التعديل والولايات المتحدة تقول هي وحلفائها الغربيين بأن هذا البرنامج كما هو كما وقع الاتفاق في 2015 لن يكون مقبول لذلك استطاعت إيران أن تخترق هذا البرنامج وأن تقدم تطور فيما تعلق بالتخسيب النووي في البرنامج شكرا لضيفي من جداء الدكتور عبد العزيز بن سجر رئيس مركز الخليج للأبحاث والشكر موصول أيضا لضيفنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني وأيضا نشكر ضيفنا من العاصمة الأمريكية كذلك العقيد عباس دهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط اشتركوا في القناة